اشتركوا في القناة وعلى ما يبدو ان القانون لم يفرض سلطته وكانت كتل وتحالفات في المرصاد دوما لتحقيق نفوذ المصالح الشخصية الفيروس النفسي بين المتظاهرين من جهة وطلاب التغيير والعائلات المكلومة من جهة اخرى تفشى هو الاخر من اثر الخوف والتوتر الذي تعيشه البلاد جل الامنيات المتناثرة ان تعلوا اصوات الخطابات لتزمجر في وجه جار ينحر في رقبة العراق سياسيا وسياديا لكنها الخطابات تزمجر فقط لتحقيق المصالح تنتظر البلاد جولة جديدة لاختيار رئيس وزراء كما هو القانون بعد اعتذار المكلف الاخير محمد توفيق علاوي عن التشكيل في غضون ايام تكثر المقتلحات ومنها ما طرحه رئيس الوزراء الاسبق حيدر لعبادي كمبادرة لحل الازمة والازمة تركيبة معقدة يصعب على غير العراقي فهمها فكيف بالعراقي الذي اشتد عليه الكرب اعتذر علاوي وكل ما اوفى به فعل علاوي لم يكن الاول ولا الاخير لكنه كان رئيسا مكلفا لدولة كبيرة بحجم العراق كان مكلفا ثم اصبح رئيس الحكومة المعتذر العراق في المجهول منذ نصف عام تحذير على لسان رئيسة يونامي وكأن العراق متروك ويراد له ذلك لكن سير كاللعب في اقنعة السياسة لن يبقى على حاله هذا خطر محدق بالمستقبل القريب قبل البعيد واهم المراحل المقبلة هي اجراء الانتخابات البرلمانية هذه قصة يعرفها العراقي جيدا كمسلسل يعاد عرضه في كل عام او في كل مناسبة تعيد العراق الى نقطة الصفر نقطة اصبحت موبوءة بالعدوى والامان جلها ان يخرج سياسي بمطعوم او علاج يقتل فيروس الفساد ويعقم البيت السياسي من اية فيروسات تنهش في جسد البلاد تنهش في جسد البلاد